طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أيها الأخوة الكرام أصعد الله مساكم بالصحة والعافية ما عندي حديث كثير أقوله أعدي ثلاثة كالبات أريد أن أرغيها للإخوة فهية القيادة ورسالة لمجتمعات معينة في مناطق جغرافية محددة وأنا بفتكر الأولى ترغيب والآخرة البعدها ترهيب طيب ونحن نبدأ شغل طبعا حديثنا الأيام المضد بنقول الججاويت والمليشيات انسحبوا واطلعوا الأمور انتهت المعركة حسيمة الناس لا حيالة من تنادي فالدار يموت خليه يموت لا عزري من أنزر عندي رسالة للأخوة في هيئة القيادة وخاصة بقصد القوات المسلحة بصورة عامة وبالتحديد ولاية الجزيرة غيادة منطقة الجزيرة الآن من أمبارح في معلومات جاءت أنه في قوات تجمع تريد أن تضرب بقوتها ودو كلها النازل طبعا النازل الآن المليشيات فقدت المأكل والمشرب مقطوعين من الإمداد مقطوعين من كل شيء فمشوا بغنموا حق المواطن فأنا رسالتين المواطنين بقوتها في الجزيرة تبدو أنا بتكلم عن شمال غرب الجزيرة يعني محادث مع النيل الأبيض التمارك من الخرطم دي جنوب الحزام دي مدني على يدك اليمين الجنوب ده كله الغرب ده كله لحد هناك القطينة وإنت ما شاء بقوتها ومناطق لنيل الأبيض المناطق دي الآن فيها مجتمعات ضعيفة فعلا ما عندها إمكانية ما عندها شيء لكن رسالتي لكم أيها المجتمعات قلنا لكم نتسلحوا قلنا لكم نشتروا السلاح قلنا لكم مكنوا نفسكم الدولة مصافة تفزعة كالموتين تبكون قضى منكم نهابوك وشارقوك وفاتو أنت اللي بتعاني وانت اللي بتكوري وانت اللي بتعاني أشد المعانا وانت اللي بتواجه الصعوبات في أول خطوة الناس تشير هذه الرسالة حديثي ما كتير فيها ما لها تجاوز العشر دقائق طيب رسالتي للفرغة والهيئة الغيادة السادة الغيادات نحن والله مغدرين ومجهودات كنوا شغول كنا اللي قلت به يعني شغل شغل رجال صحيح وبإذن الله الأيام جاية هي زي بقوله الأسبوع الحاسم كما تحدثت فيني المعركة دي مربعة معركة الأسبوع الحاسم وان شاء الله محسوم الأمر فأنا دايركن الأخوة الجيوشة القاعدة في الارتكازات في الدفاعات خطتين تعمل لك ارتكاز ارتكازين دا محل ضروري تنقول الارتكازات دي ومعها مراصد الارتكاز فيه زي عربتين أو ثلاثة عربات دي معروفة سابتة بـ 23 مية ستة مدفعية راجمات المهم دوشكة بتكون دي في ارتكاز أما المراصد المراصد بتكون موجودة بعد بعيد من الارتكاز دي بعد 13 كيلو فيها جميع أنواع الأسلحة المعاونة المدفعية المضاضل فيها الدوشكات فيها جميع دي بتكون غوة موجودة 20-30 عربة بتكون مقاعدة في كل مرصد أول ما جاب ألاقي أنه في غوة متحركة كف بتعملها كمين كف كف بتجغيها منتهى الأمر ما بتحتاج الطيران ذاته فهذا شغل المراصد احنا اشتغلنا في دول أخرى ونجح بنجح بنجح بنسبة 3000% طيب الأخوة في في ولاية الجزيرة وأبوجي رسالة لأخوة في الفرغة الناس تطلعوا الجيوش دي من الدفاعات أعملوا حماية للمنطقة الاغليمية جغرافية لولاية الجزيرة يعني حددهم على تنبيض دي منطقة كلها تهدد أمنكنا الغومي في هذا الولاية فأنشروا غوات هناك وأنشروا استخبارات هناك وبعدين أجعلوا مراصد وارتكازات في المناطق دي لأنه أسلوا في مناطق وفي ارتكازات ومراصد ما كان الأصعالي قدر دخلوا زر الصابرة فأنا بتمنى من الأخفية الغيادة أن يسلحوا كل المستنفرين في هذا المناطق وهذا الغراء تسليح مباشر عبر الإدارات الاهلية عبر النظار والعماد والناظر بتاعهم الذي كان له ولاء للجيش وحتى الآن ولاء للجيش فسلموا السلاح عهداء ويسلم كل المستنفرين في أبناء هذا المناطق وإلا انتغلت من هذا الحرب من المناطق دي إلى ولاية الجزيرة اللي هي مدنية ونخشى ذلك الأمر فدي رسالتنا الآن مفترضا الناس طوال السلح ما تقول تفكروا الموضوع ما محتاج لإجتماع ولا تفكير ولا تخطيط طالما الجيش ما دال يطلع من الوحدات والفرق اللي انتشر في إغليم أو محيط أمن ولاية الجزيرة فأخلاص سلح المستنفرين الموجودين في كل الغرف وفي كل المناطق وخللوهم جهزين دوشكات مدافع رشاشات كلاشات الممسا اللي يحبوا يقول لهم أي عدو جاكونا أجغمو لنا من الجيش يجي لقوم ويقوم مربوط جاهز دل أنا بعرفه حشان أقل لا يخففوا التهديد على المناطق حواليهم المناطق طيب دم موضوعي أدل حدثي والتحية لأخواننا بتاعنا الكباب الباصطة سلاح الجو الذي نفذ ضربات غاضية في نيالة الآن وإحنا ورناكونا جنجاويت والله قلت لكم ولاية ولاية الجنينة تندك نيالة تندك الضعين تندك زالينجة تندك أنتو مسكتم بيوت الناس ودمرتم بيوت الناس وخرطوم أنهنا نخليكم نيالة كذا تعيشوا فيها مرتاحين ما بنخليها لكم أي مبنى سامح حتى فوق أنا حارمي بإذن الله الغوات المسلحة يجب أن تستخدم سياسة الأرض المحروق برامل نيالة كلها مش دارين يبسكوا الخرطوم مش دارين يبسكوا بيوت الناس دمروا لهم نيالة دمروا لهم الجنينة دمروا لهم زالينجة دمروا لهم الضعين ما دارين فيها قطية واكفة دارين بيت واكفة طالما المجتمعات ارتضت أن تقعد معهم وأن تجلس معهم وأن تكون الحاضنة بتاعتها مليشيات الجنجويت المرتزق الغازي من دول الجوار المجتمعات الزاة لا تصلح مجتمعات الآن بتاعت الجنينة وابتاعت نيالة وابتاعت الزالينجي وابتاعت الضعين التي احتضنت الدعم السريع والتي أيدت الدعم السريع برغم هنا أكبر وأقوى من الدعم السريع معناها دهي زاة لا تصلح ما تدعمل معه ما تدعطوه معه براميل بس طيران بس قلنا لكم توبوا وارجعوا لله وادعم قواتكم المسلحة أي شي بجيكم تعيشوا في أمن وامان كما كنتم عايشون لكن طار ما جابت لها ركوبراس بتلزلين عيالكم بالجحيم يدمر الخرطوم ويدمر الناس تشير يا جماعة فيه هجوم فيه هجوم شديد في التسجيل أني احنا والله ما كان دارين نضرب نيالة ولا دارين نضرب زالينجي ولا دارين نضرب الجنينة ولا دارين نضرب الضعين لكن الشي اللي حرقنا بتفزوا عيالكم بتجندوا عيالكم ما الآن خمسة عربات شاحنينهم عيال جنجوي جابينهم لنا منك يا هدو منهم لم لمتم في كتب وكبكابي وجنينة وجاينا الآن ماشيين شفتوا جاينا عربات هاسي بتدقوا بتبيدون لكم قبل ما يصلوا بنبيدون لكم فأنتوا ما دارين توعوا دارين تمسكوا بلدكم تكون آمنة وانحنا ندمر وتمسكوا بيوت أهلنا في الخرطوم وتقعدوا وتحتلوا بيوت الناس أنا حندمر لكم نيالة وحندمر لكم الجنينة وحندمر لكم زالنجي وحندمر لكم اضعين فرسينكم وبعد ذلك تمرقوا من الخرطوم رجالة تيروا هناك ما تركوا تخشوا فيها أحسن تحترموا نفسكم وتسحب وأبناءكم وتفضل بيوت الناس وتسحب من الخرطوم تسلوها لأهلا وإلا بقت عليكم جحيما من الخرطوم إلى أقصى ترعبة في دارفور ده كلام واضح وما بنهضر فوقه وما بنجامل فوقه وما بنداهم فوقه قلناها لكم قبل اليوم حذرناكم راقبين رصود وخسكرانين بالعين حبوب شايفين شده حي بتخصكم نحن ما عندنا حال تاني مجامل إنسان والشغل بدأ أسبوع الحسن بدأ الماء مصدق كلامنا جنجويتي الراكب راسه واللسة عمسكر دماغه وشايف نفسه راجل الليلة اشتغلناك في نيالة بكرة وما بنخليها نحن كون نخلوكم دارفور تتمتعوا فيها وتشكلوا فيها حكومة وتجيبوا فيها اسلحة ومدافع دي ما بنخليها نحن حاجغما حاجغما والخارطوم مغلغة فيكم عندكم فرصة تسلموا أنفسكم أمشوا سلموا للوحدات العسكرية وطلوا وكلموا أبناكم واني سحبوا بيوت الناس وإلا غامت عليكم غائمة من هنا إلى آخرها فدي رسالة لكم وثاني عندي كلام معاكم كتير يعني الأسابيع المضت لي شهر أنا بحذر فيكم وكل ما حذركم ما بتسمعوا الكلام بنفرشكم وكل ما نحذركم أكدوا أبو قريوم أقال لكم في تحذير معنا في جغم في إبادة في مسيح في دمار نحن بعد ممنى حذر تاني نحن في دارفور دي ما في مواطن جغالة جماعة دارفور دي حقتنا ما في زول جاءبات أهل دارفور ما في زول جينا عملنا أي حي في دارفور إدتوا وراكوا كمجتمعات عندكم مرض نفسي إلا ما رحم الله فيكم جيتوا من النيجر بإسم العروبة أتلملمتم جبتوا عيالكم الآن دمرتوا عاصمة غومية ببنيتة تحتية منتظرنا نحن نعمل شنو منتظرنا نقدم لكم ورود جلتوا عربات المساكين الأبريت تفتحوا فيه فوادي برلين في نيالة وفي الجنينة وكأن العربات حقا تبهاتكم كأن أجابوا لكم أبهاتكم كأنكم ورسين حقا الشعب السوداني ده إنتوا تقلعوا حلال عليكم وحرام عليكم الآن بتخشوا الأسواق بتنهى أكل الدقيق البصل بتشيلوا من المواطنين المواطنين زم بجئتوا قلبتوا حربكم ضد المواطن إنتوا ما أنتكم حرب ضد الجيش حربكم ما مع الجيش الآن الأزي كله ما أهل ما تخشوا غرية بتنهبوا بتقلعوها بتشيلوا مالها أهل بتكسروا بنوكة ده مواطن أي دموغراطية تتحدث إنتوا مليشيا حرامية فضلتوا مليشيا مرتزغة حرامية هم السرقة بس ما أكتر ولا أقل ما تريدوا غدشوا تكذبوا حميتي زالكم دميت قلنا لكم ما دارين سلام ما في مفاوضات المفاوضات ياريو أحنا علقناها دارين بل بس نار شفتوا نار ما في تاني مفاوضات نهاي نار بس أنحنا هزبنا الأمر والأخوة في هذه الغيادة حظموا الأمر مفاوضات دير لورق وتضيع وقت أمشي السعالي السياسيين أمشي جوبيتي أمشي شيطان رجم نكجال أنحنا ما دارين مفاوضات نحنا كجيش كهيئة غيادة كمغاتلين في الميدان نحنا إحنا دارين نار مش بدأتوها آن إحنا دارين نار تنبذي بنار وتنطفي بنار الكيحار لكن في العلاج إحنا تاني ما بنجامل صبرنا ما في الكفاية وقلنا دو أسر مجتمعات فيها أطفال فيها نساء في نيالة في الجنين في ذا الانجعص ولأن الله يهديهم ويتوب ويخلوا يفعلوا في ذا لقيناهم جو بقنوا عيالهم واستعانوا بشعوبنا في ذا جاء باس القناة بيوت الناس جاء باس القناة بيوت الناس كمان بدوا يتمادوا ما شلنا الجزيرة ما شلنا بقوت ما شلنا الأبيض شفتوا بعدين إحنا تاني هنأكل أخضر ويابس ما بنجامل طيران دا يدق يمين طلعات الجوية تطلع كده في نفس عشر دقائق أو خمس دقائق تنفذ أكتر من عشرين طلعة جوية دقة في أقل من خمس دقائق أوروكنا الإبادة أوروكنا الشغل الله خلقكنا إنتم ما دائرين دائرين تشوفوك جبرتونا نعمل هذا حسن شاء الله بإذن هسن إحنا في الجزيرة شغالين ومنطاردكن والله البصل الشلطون ما تعكلوا والله البنك الشلطون دخلين نديم تفتحات ندقوا بطيران جبل أوليا دي إذا كان مجتمعات عبدالفتاح البرهان والسيدة البطل ياسر العطاء وكل الأخوة فهي تلغيادة والله أنا الرضوان بقولون مغدر شغالكم وجهدكم لكن أنا دار شغال تاني دارين نركز في الأخوة المكلفين في الوحدات والفرغة العسكرية والولاد غير الولاد بولاد عسكرية ميري بس أي والج يلو بر ما داني يجيب لنوالي عسكري لأنه نحن في حرب والحرب الولاد عسكرين على جميع مستولات السنان أي مدني الآن خطوة تحت ربيز دموقته ما تجد تتنصدر ري وتتفلسف لأ دار ري غايد والي عسكري كلامه نار خطوة نار نفسه نار تعليماته نار شغل ده احنا النازل كما ضيقنا يشتغلنا فيهم شغل بيان بالعمل جنجود ده ما بيكملو نازل غز يوم جرارات كبيرة شحنام وداخلين بالطريقة الغربية والطريقة الغربية دي يجي بالأخوة في وادي سايدنا أغلقوه كماشين كل يوم بيتمشوا خمسة متر كل يوم سايدنا بتوسعوا الحلقة بتاعته وادي سايدنا والانتشار للغوة والتأمين للغوة بتصلوا طريق باره بتفوتوا بتتلاقوا معني الأبيض ظاته طلعوا الغوات دي هزول خلينا نموت طيران دخل ليس شغل شغله والتاني ما تجيف الطلعات الجوية بدت في نيالة ما تجيف يوميا صباح ومسا تمام لكل الفرق والوحدات ومغارات الدعم السريع والتجمعات لحيي عندهم أحيي في نيالة خاصة خاصة بحيي اسم الدعم سيجين جايد بيوت وندي بعيالهم في كل صباح ومسا تدوها بتاح حليب وتدوها لا باس بتاع براميل بس احطرموا نفسكم ما تدعموا الماليشيات اقفوا مع الجيشكم لا قلتوا احسن احنا كمجتمعات سمعتوا كلام نظاركم وصعالكم وبقيتوا ضد الجيش الوطني الجيش بدي فواجي الدستوري ادتو ذاتكم ما سودانين كلكم جانل من دول جوار مش الارض يجيتوا هذه بنبقية ارضي زريعية ما دارين فيها بيزاتكم ابوها عنها خرطوم اتدمرت ابونا واحد في الخرطوم يعادل لا خلوها فيها برياء الضالنجي الضعين والله بعد ذا ان احنا تاني شغلنا من فوق بس اصلا ما عندهم كلام وبعد ذاك نحرر لكم الغواء في الارض انتو دارين كده دارين شغل بدون رحمة دارين شغل بتاع ذو الكافر ما عنده دين لان احنا قلنا ندعال معكم بالاسلام ندعمل معكم بالغيم والاخلاق لقيناكم الناس ما عندكم دين ولا بتعرفوا الله وراقبين راس لكن شنقتكم دي ومبلعين حبوب لكن شنقتكم دي مفكة لكم اتو والشادين الدع منكم والليبيين الدع منكم والمرتين الدع منكم والنجريين الدعينكم وكلو صالوكم معاكم حين فيك شنقت ان شاء الله الايام الجاي بدأ اسبوع الحاسم اصلا احنا تاني معندنا نظيم شوفت براقنا شغل في بحري كيف ماشي شوفت براقنا شغل في جرقنيل مباري العلفون جريته دنقاس جريته مركته وإت يا اخويا يا جلحة قاعد لي في الما يقوم ومربع تسعة وأخواننا حضنوا لين نازل احنا والله عندنا معاكم شغول تاني شغلونا معاكم عفن شغالين العريس ما حيكمل عرسه في انت الرسالة يا أخوي العريس عرس ما حيكملوا يعني دخلت منك عمك عندنا لك حاجة وأي مطار في نيالة يدمر أي مطار في جنينة يدمر حشان لما نجي يبنوا يعملوا ان احنا ذاتنا أي مطار في زالنجي يدمر أي مطار موجود في ضعين يدمر ما دايرين تاني أي طيارة داخل الجودة شفتوها ان احنا ما دايرناه ما دايرناه وزعوا الكورنيت وزعوا الأسلحة بتاعت السام سبعة وزعوا استخباراتنا في الفرقان ومراحيل طيارة جاد ما شفوك كان حقتنا ذاتها مادة علم نزلوها احنا تاني شفت دارفور دايرين جوا داعمل له نقر فيو حار الطوارئ الجو فيو حار الطوارئ الأرض في حار الطوارئ بل حشان تاني ما تلقلوك الحتة تجمعو فيها وتركبو عرباتكم حاجة ان تجي تمشي الشري ولا تمشي الشمال وتمشي الوسط مجدارين هكذا ان احنا ندوركم فيو ووكركم فرقانكم دي لازم تاخد طيران بيوتكم لازم تاخد طيران حلالكم لازم تاخد طيران البراميل دي هفتوها ما دايرين تمركم عندنا اللي حاجة تاني احنا تاني باب نجامل في مصير بلد تمانية شهور دا شهر التاسع كله نتعاطف معاكن يا خلنازل فون أبرياء يا خلنازل الله بهديهم يا خلنازل البكرة يا خلنازل مجتمعات ما عندها زنب لقينها مجتمعاتها الآن كلها أصبحت جنجبيت يعني نقول قبيلة حاز لولدها هادي ما مشكلة قبيلة حاز لكن مجتمع بيوته بمكوناته كله ما فيكو ريو رشيد تنقلبوا كله كون عدالة وطن ومصير أمة وعيالكم يمش نهبوا الشعب المواطن يخلوا بيقوا تنهبوا حق الحكومة وما نزع لانين لكن عيالكم الصعاليق نسو بينهبوا في حق المواطن يدخلوا بقوتهم بارح ودخلوا وماسكينهم روابا في غادي وماسكين تيهابراها دا بدكنا دا العيالكم هدفون يغنموا المواطن بعد دا احنا تاني مش بغنو بجيبو لكم هناك يجي يلقوكم مافي البسرقون خرطوم شايفينه ويجيبو لكم في دارفر يلقوكم 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 مافي زولي يأكلوا مافي زولي يشيلوا مافي عقعدوا ليه في الخرطوم دي قفلناه فيكم طرشا قلنا لكم ما صدقته قلنا لكم أمشي سلموا قدر تسلموا راقب اللينا راس قسم بالله شفتوا الخرطوم دي والله الأيام الجاي بإذن الله ماطعل بني حليفة لكن تبقى جحيم وبرضو جاينكم أخواننا في مكدادة وجاينكم أخواننا في الكومة وجاينكم أخواننا الموجودين اللي عملي فيهم متلبدين بل بس تاني ما عندنا أحد حشان كده أختصر حديثي وأنا زائتي اليوم مضغوط وندوج عراس والفيني مكفيني وما تفطروني ساكت فبإذن الله أن احنا تاني منرحل في مصير البلد وعندي رسالة برضو مهمة دار أن نبه فيها الإخوة المعنيين الولاد المكلفين موقعا نومكم تنظركم فلسفاتكم ما بتنفع طلعوا الغوات دي أي ولاية طلعوا غوات هذه تنتشر حولوا تأمن أطراف ولايتها أي غوة طلعها من الداخل أنشرها في حدود الولاية الجزيرة طلعوا غوات تنصرها في الاتجاه الغربي الاتجاه الشمالي تشكروا لصيقة ما حدود النيل البيض ما تخلي غرية صندوكة فاتح أطلعوا الغوات يعملوا ارتكازات أعملوا مراصد المراصد لو ما عارفين أبروهم كيف تعملوها ويجزعوا الغوات دي سلحوا النازل سلحوا المستنفرين أدوا النازل نار والله كان جاء الضبانة إسمها جنجيك يجغموها الكلام أبعرفه خلاف ذلك ما بعرف تاني حاجة الولاية النيل البيض الوبيض تكفي الحدود مع النيل الأبيض ومع الجنب كردوفان ومع عقر بكردوفان قفلوا حدود أمروا الغوات هناك أنشروها جهزوا شغل صح نار تقيلة وسعوا الإطار يعني ما تخلي الغراء تخلي غرية واحدة جنجيوية القيف فرصة بكري يجي يهجم علىها لا لا كل الغوات طلعوا أخذتوا برها وعملوا مراصد وعملوا دفاعات وعملوا شغل بتهجيء هجوم جهزوا خاصة مهاجم ما تجيب القول أنا قل ننتظر لحد ما يجي خشق العلوم غرية ولا ننتقل على الطيران الطيران بدي فواجي كبير جدا والطيران الآن قاعد في الساعة بنفس قريب تلاتين أربعين ضربة جوية طبارك الله وجزاء الله خير لكن برضو نحن يجيب أن نستخدم المشاء الشهادة يجي معا الوحد يلقاه وين كما مرقنا المشادة الشهادة الوحد يلقاه وين يا خلنا استمروا أقلها ترزق الله يديك شهادة حسن لك من الدنيا وما فيها ما تقول تنتظر لحد ما يجي يجغمك تموت فطيسيتك أنجي يجغمك محلك ما عندك علاقة بالشهادة أمره يازول ونظف البلد دي ونظف الكلام الفارغ دي وخلين نرتاح كتالوك والجو جدا نرتاح منا دارين نرتاح من حياة اسمها كتالوك والجو جوك دي يعني نحن يومي جوك 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 أقتلونا نرتاح يعني أقتلونا نرتاح لكن كونه تنتظر يا خل المواطنين يا خلان جانو هلع يا خل السبادة ببقوتة ما عارفنا بكرة تبدأ بوين سرقوا الليلة سوك أبقوتة وسرقوا بتاع دا كله بسبب الاستهوان دا كله بسبب عدم تدل غدر حق وخطة الاحتياطات الأمنية أمشروا الغوة دي وأمنوا البلد دي وريحوا الناس وريحوا نفسكم من الكلام اللي بحصل فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ولا لذا نشق عليكم نسامحونا وأنا دار أقول شنو عندي رسالة لأخواننا في قربو كردفان والله أنا قدمت لكم الشكر يعني ما بقدر أجازيكم أخواننا في الميرم لكم التحية المسيرية أعلن نحيازهم للجيش وأدوا غسا مبارح وأنا متكيف منهم شديد والله والله دي المجتمعات اللي تستحق إنك تشكره ودي المجتمعات اللي بتستحق إنك تدعمه السيد الرئيس عبد الفتاح البرهان الأخوة في هذه الغيادة هذا المجتمعات سلحوها هذا المجتمعات قووها هذا المجتمعات الدوء بسدلين فرقة كبيرة لا تبخلونها بالسلاح والنار ولا تبخلونها المأكل المشرب أفقلوهم الشغل منذانية مفتوحة قلوهم نظفوا نفسكم والله ينظفوا حيشانوا ونظفوا قراءوا وناطقوا نفرقانوا وذال مطلوب منكم الآن أخواننا في الجزيرة أخونا النظار وإدارات الهلية عارفين الماليشيا ثقافتها النهب والقرع والكتل والتدمير ما عندها عمار أصلا ما دخلت أرض إلا عاست فيها فساد من أجل حماية أرضكم وأرضكم ما عنده بندقية يمشي يشتري بندقية يشتري سلاحه جاي السلاحك أقل لا تدافع عن عرضك وأرضك تحمي أسرتك تحمي بيدك تحمي دكانك ده المطلوبة الآن بلو النازل بل تقيل خلاص فدري سألت لكم ودارين أحنا ببل ودارين فجغ ما دارين أصلا رجوع ما دارين رقوع تاني أرمو قدام والنصر بإذن الله حليفة الغوات المسلحة والأيام الجاية إن شاء الله الناس كلها تفرح والناس إن شاء الله تعيد الفين وارب وعشرين دي ننتصر في أمن وأمان ما ناقصة شيء إن شاء الله وترجع إن شاء الله بيوتكم والناس اللي يعانوا في الشدر والقاعدين في المدارس والناس النزح الغرى المجاورة فدي كلها امتحانات إن شاء الله صحابة الصيبة تنجلي مغدرين معاناتكم ومغدرين شغلكن ومغدرين جهدكن ومغدرين تحملكن وصبركن فكلما ساعدوا القوات المسلحة بالصبر بتكونوا نصرتونها إن شاء الله وساعدونا بالدعاء وبإذن الله المنتصرين وبإذن الله النصر حريفة القوات المسلحة إن طال الزمن وقصر واليماد شغالين في شغل مر ما تشي لهم والله الغواية الليماد دي شغال شغل كالتامي بس جغم زي جغم شرقا للجهد هم بارح فيها ناس جغم ولسه بإذن الله لأيام الجاية النصر تشوفه الأخوة في رفاعة الأخوة أولاد بسن أسموه كلامي رفاعة بسن أي جنجبيتي بغادة جغمه ما تنتظر الجيش ما تنتظروا غواية مسلحة أركب من طرف دق ومن طرف أركب وركوب صح الناس تحرك الأخوة في قبائل سريفك وفردفان اتجاه بارة واتجاه شرق بارة وغرب بارة والمناطق دي أنا نصحتي لكم عشان الطيران ما يلاحقكم عشان الطيران ما يتغمكم عشان الطيران ما يرفقوا برامل وشرتكم ويتدمر بأهلكم أحسن تحزم الأمور دي بأنفسكم أما جنوب الوادي جاينكم من إحنا إن شاء الله جنوب المناطق الجنوبية للنيل الأبيض أمروابة الراهد الدكنة المناطق دي كلها جايننا يجب الحديجيالي دي للنور غورة المسيطة وزيجة إنها إن شاء الله بارك الله فيهن اجتاك المناطق سنهن الطيران جاي لكن الدور دعي أحنا شغافة السلسل شغاليه اليوم هنا ويبكري هنا اليوم في مناطق فيها فيها ماليشيات لكن ما بتستهل تجي ترمي فيها برميل فإمته لكن الآن يا مجحنا خلاص إننا حد لما نصلوا لو عربي أحد بندق برميل طيران إن شاء الله وعمارة الدعم السريع في نيالة بتنضرب وعماراتهم كلها بتندقها وأيما مراكز ومغرات تخص شغل حكومي عشان يكونون الماليشيات حندقوا إذا كان شرطة حندقها أيما كان شفتوا يدي الماليشي يدي نفس يتنفس كده ما دهير إنهم إحنا إن شاء الله اليوم الجاية بنتشربونا الحمضة مش هلآن نمو عاملين فيها دعمين مجتمعاتهم دعمين ماليشيات الدعم مستري هزا المجتمعات رضوا سكتوا وقاعدين ها والله ينبلهم خلي إداراتهم أهلية بعدها نغزهم مالا كلام فارق معكم نحن تاني ما عندنا كلام كتير بإذن الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير حديثنا قلنا هنا ويلا تفرد شوفوا الميدان فيشنو شفتوا براكم شغل الخوجلاب والطيارة فحط في الجو نحن جبنا لعبين جدد وجبنا عد بضاعة جديدة لسه ما نزلت حتنزل بعض البضاعة السوق إن شاء الله نزلوا بضاعة دي أدوهم تقيل بس إن شاء الله وأخواننا في أركويت أخواننا في خرطم ثلاثة أخواننا في الطايف المعمورة المناطق التي جابت الإحداثيات كلنا شقالين طبعا الإحداثات بيجينا لكن أنا طوالي ما بقوم بمشي بنفس ما بنفس ألي بقوم عندي مصدر بتاع الاستخبارات بشيلي جيبي يزب السهم بمشي لحدي بيتأكد هلا الموقع ده الجاني ده فيه الدعم السريع ولا فيه ما طوالت لحد هذه مرات يرفع لك جانجويت مرات يرفع لك طابور عشان كده يحدثات بيجينا قال نتأكد منها ثم نتعامل معها إن شاء الله وما تشيلوا هم والله النصر جاء ولا انتصرتوا فدائرنكم ساعدون بالصبر وخلوا العياطة الكثيرة كلكم أدعو لله سبحانه وتعالى لينصرنا وبإذن الله الأيام الجاية أن شعب السودان دي فرح فرح ما بعد فرح عندي رسالة مهمة الغوة طبعا تحركت من مدني يجب أن تتحرك غوة من مدني تتحرك غوة من الجزيرة كل الغوة من خرطوم طريق مدني خرطوم داروا في 72 ساعة يكون فاتح دارين طريق مدني خرطوم بعد ضرب الاتكازات طيران دوق دارين يكون فاتح وبعد تركزوا معالي البحر تركزوا دايما غرب غرب الظلط التمارك المدني ده غرب الظلط ده كله حاول دوق شوف الجماعة هناك أي مواطن عنده معلومة جاب مسريع جنبه وفيرتي كذا الدعم مسريع فيه بوابة بس تديني إحداثاتها بالجي بيس شك أرفع علينا ما عندك شغلة تلقم تلقاه محروقة نحن ما دارين تاني أي حاجة دارين المواطن يساعدنا دارين المواطن زاتي يورينا وحلقين يودهم تلبدين وين وأمره أبقى كباب يا أخوي بعد توريني إحداثات قوم صوف ما تنتظر الجيش شغال شغل قرف شغال شغل بدور رحمة يعني الآن بس حجم المؤامرة قلنا كبير الآن الناس جاد بجيوش غازي من دول جوار الناس عدد تجاوز تلاتة مليون جندي من نيبلية من ليبيا من جاد من نيجر أفريقيا الوسطى مارين مورتانيا من وين من وين كلهم جوا دي كلها الجيوش بيغاوم فيها لها تسعة شهر يعني عدد الجيوش دخل السودان دي بمجتمعات وبأسردة لو كان في أمريكا سقطت لو كان فيه الروسيا سقطت لو كان فيه الكتصين سقطت لكن الجيش السوداني بالعزيم وبالإصرار وبالحنك وبالخبر وبالسبات ربنا نصر سبحانه وتعالى فحشان كده ما دار المواطن يقول لك الجيش ده مش بطيلة الجيش شغال شغله ونظف نظف نظاف هم ذاته معارفين العدو ذاته عارف إنه الجيش السودان يشتغل وبارك الله فيكم وجزاكم والله خير تقبل تحيانا السلام ورحمة الله